بسم الله الرحمن الرحيم لعشر دقائق أتحدث فيها إليكم في أخطر وأهم قضية نناقشها ونتحدث فيها منذ الصباح إلى يومنا إلى هذه الساعة وأعتقد أني ما سمعته من خلال بعض المسؤولين أو البرلمانيين أو المتحدثين في مجمل حديثهم لم يتحدث أحد منهم في بحث الأسباب التي وصل إليها اليمنيون لماذا يقتل اليمنيون بهذه الطريقة البشعة ولماذا تهدم دورهم ولماذا يذبح أطفالهم قضية في اليمن وقضية في سوريا وقضية في العراق وقضايا متعددة دائما تعلمنا نحن الشرقيون نلقي باللائمة على غيرنا في هذه الدقائق المعدودة أتحدث في محورين سريعين الأول هو حقوق الإنسان في الإسلام حينما يقول الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلة هذا التكريم لبني آدم لم يلتفت إلى دينه أو لونه أو قوميته أو لسانه إنما التفت إلى إنسانيته كإنسان وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا منطين فإذا سويته ونفخت فيهم الروح فقعوا له ساجدين فعندنا تكريمان نحن جميعا الآن تكريمان الأول أن الملائكة سجدت لنا سجود تكريم وتعظيم الله عبادة والثاني ونفخت فيهم الروحي للذي يفهم اللغة العربية الياء واقع في محل جرل الإضافة تنسب إلى الذات الإلهية يعني كلنا كل البشر وإن تعددت أدياننا ومذاهبنا ولغاتنا كلنا من روح واحدة وهي روح الله تعالى ونفخت فيه من روحي طيب ما المشكلة الحاصلة أو التي تحصل بين الحين والآخر ما المشكلة الحادثة الآن في اليمن لا تتصور أن جلوسي في هذه المنصة ومشاركتي في هذا المؤتمر أمر طبيعي يمر مرور الكرام لكم أن تعلموا أني حينما أشارك بهذا المؤتمر فإنما أقترب إلى قبري وإلى قتلي وإلى ذبحي ما الذي يحدث في اليمن يحدث تحت نظرية إقصاء الآخر إقصاء الآخر على لونين أنا ما عندي مجال كثير أشرح بس على لونين لون تقوده حكومات عندها طائرات وصواريخ وبارجات وأموال ودولارات وكل شيء هو يقصيك لأنه حكومة المملكة العربية السعودية غيرها من دول هؤلاء حكومات أنت لا تستطيع أن تجاب هذه الحكومات حينما تأتي لك منظمة أجنبية تتحدث عن الطيار السعودي الذي يضرب اليمن وطيار أجنبي بوجهة نظرنا القصر أنه كافر وطيار أجنبي فتفرق هذه المنظمة الدولية لحقوق الإنسان أن الطيار السعودي يفرط بقتل المدنيين في اليمن لماذا؟ لأنه جبان يطير بمستويات مرتفعة فهو لا يركز على الأماكن العسكرية أو المعسكرات التابعة لهذه الفرقة أو تلك فتكون أهدافه دائما للمدنيين أما الطيار الأجنبي فإنه يختار أهدافه بدقة هذا ليس كلامي كلام منظمات دولية تتابع القضية اليمنية فهذا إلغاء لكن إلغاء للآخر تقوده حكومات إلغاء للآخر تقوده مجاميع متطرفة صحيح مدعوم من حكومات ومؤسسات لكن بالتالي الذي يحدث في اليمن واسمحوا لي بهذه الكلمة وتحملوها مني لأني أنا أعتبر نفسي كطبيب الطبيب تارة يقول لمرضه أنت ليس فيك شيء هذا طبيب فاشل لأنه يكذب على المريض وسوف يموت المريض وطبيب يقول لمرضه أنت فيك هذا المرض وعليك أن تأخذ هذا الدواء أنا بالنسبة لي طبيب صادق الذي يحدث في اليمن إنما هي حرب طائفية تحت عنوان إقصاء الآخر هذا الآخر سواء كان حوثي أو زيدي أو سني أو شيعي أو سميه ما تسميه المهم لابد أن أقصيك بأي طريقة تخطر ببالك لابد أن تقصى هؤلاء يعيشون في عقلية القرن الثامن عشر للميلاد حينما غزت الوهابية الحجاز واخترقت أو خرقت طاعة ولي الأمر للسلطة العثمانية وبدأوا يقتلون المسلمين في الحجاز ونجد ثم جاءوا إلى العراق وغيرها من دول وحتى اليمن فالمشكلة في اليمن لا بد أن نعيش الصراحة ونعيش الواقع هي قضية إقصاء الآخر ما يحدث في العراق ذات المشكلة ما يحدث في سوريا ذات المشكلة لكن ما هو موقفنا ما هو موقفنا نحن كنخب ثقافية وكعلماء دين كرجال دين مسلمين مسيحيين يهود وغيرنا من أديان ما هو موقفنا لا بد أن يكون دائما موقفنا هو الموقف الإنساني كلمتي الآن حديثي حديث الأخوة الآخرين هو ليس دعما لنظام سياسي أو لقائد سياسي أو لحكومة وإنما هو دعم أنتم أطلقتم عليه دعم الشعب اليمني هذا الشعب الذي قتل ويقتل في كل يوم ومن أبشع الجرائم التي صمت عليها حتى أختم أيها الإخوة والأخوات الذي صمت عليها الإعلام أو عنها الإعلام العربي والإسلامي ونطق بها المجرمون هذه أنا أعتبرها من أعظم وأصعب الجرائم المخجلة حينما تبنت القاعدة ضرب مستشفى العرض هكذا اسمها تبنت العملية ثم اعتذرت المهم هي تبنت لكن ما دور الإعلام العربي والإسلامي كم أعطى هذه الجريمة حجما أنا لا أريد أن أكون عنصري أو طائفي لكن أنا أنقل فقط لك بعد أحداث جريمة نيس بأربع ساعات أربع ساعات خرجت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية تدين الجريمة نحن أدن الجريمة وأنتم جميعا تدينون جريمة الجريمة الإرهابية في نيس لكن لماذا لم نسمع استنكارا واحدا عن قتل أطفال اليمن يا أخي حتى الذين يعارضونك في النظام أو يعارضونك في السياسة أو في المذهب أو في الدين يعني من أين نتعلم الدين ألسنا نتعلمه من رسول الله يوم مرت عليه جنازة يهودي وكان من عادته أن يقوم للجنازة فقال بعض أصحابه يا رسول الله إنه يهودي قال أوليست نفسا هذا هو القرآن أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا عشرات وألوف من العلماء والمعممين لا يتحدثون في قضية اليمن لأنهم يخشون أن يتهموا مثلا أنهم تشيعوا أو أنهم قريبون إلى الحوثيين والله يقول والآن أنا ما عندي علاقة ولا هوية أي عنصر حوثي ولا أعرف واحد حوثي أبدا مطلقا ولا أي بشر ما عدم أشاهده في التلفاز لكن الذي دفعني وجاء بي وأنا عندي ارتباطات كثيرة في العراق الذي جاء بي إلى هنا إلى بريطانيا أجلس بينكم كي أتحدث عن الدفاع عن الإنسان ليس لي علاقة بدينه أو مذهبه لونه لغته مشكلتنا اليوم التي نعاني منها من حكام السعودية وعلماء السعودية على وجه الخصوص المشكلة التي نعاني منها أنهم لا ينظرون إلينا أننا ناس أو بشر بل أننا أناس أو بشر من الطبقة أو المرحلة الثانية أو لسنا على لائحة البشر فقط هم بشر ولذلك أعمارهم فوق التسعين ويهتمون بصحتهم ويعالجون أنفسهم في أرقى مستشفيات العالم أيها الإخوة والأخوات أطلت عليكم كثيرا لكن الواجب على عاتق علماء الأمة وخاصة علماء الإسلام ومعهم بقية العلماء من الأديان الأخرى إذا لم يكن لنا موقف واضح وصريح أمام حاكم ظالم وجائر ولنقلها بصراحة ووضوح بأن ما تفعله المملكة العربية السعودية من تدخل سافر وخطير في القضية اليمنية يدعو العلماء إلى قولة الحق فأين قولة الحق أمام سلطان جائر متى نقولها هل نكتفي بالدعاء إليه في الكعبة المشرفة هذا لا يكفي لا يكفي والأمة تنحدر يوما بعد يوم ولذلك قلت وأقولها لكم أنا ما عندي أصدقاء في بريطانيا مع الإنجليز أو مع الأمريكان لكن لا نلقي دائما باللائمة بأخطائنا على الآخر لننظر إلى أخطائنا نحن نقتل اليمنيين بالطريقة الإسلامية نحن نذبعهم بالطريقة الإسلامية بالشرعية التي بالشرعية التي يأخذها الحكام من هيئة كبار العلماء ولذلك من خلالكم أطالب أطالب هيئة كبار العلماء الذين استنكروا حادثة نيس أن يستنكروا حادثة واحدة في اليمن أو في العراق أو في سوريا لماذا لم يستنكروا لأنهم هم الذين أعطوا الشرعية الكاملة لهذه الجرائم وهم يتحملونها أمام الله ولذلك ومنذ سنوات بعيدة المفتي العام في المملكة العربية السعودية يؤتى به وهو أعمى وهذه قضية فقية لا أريد أن أدخل بها رجل أعمى هذا لا ينظر إلى الأحداث كما هي ولذلك واجبنا كبشر وواجبنا كناس علينا أن ننظر إلى القضية اليمنية بعين إنسانية حيادية لترتفع هذه الأصوات ولتدافع عن أطفال اليمن والندع والندع مرة واحدة والندع للشعب اليمني أن يختار طريقه وأن يختار حكومته وأن يختار برلمانه وأن يختار حياته التي تتوافق مع طبيعته ومع هواه لا نتدخل في شؤونهم دعوا اليمن لأهل اليمن نظفوا سماع اليمن من طائراتكم نظفوا أرض اليمن من صواريخكم وناركم وتركوا اليمن لأهل اليمن واليمن والحكمة كما حفظناها الحكمة بحد ذاتها حكمة يمانية إذا أردت الحكمة فمن أهل اليمن فهم شجعان وهم حكماء وهم قادرون على قيادة أنفسهم وبلدهم أسأل الله تعالى أن يحقن دماءهم ودماء الناس أينما كانوا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر